في العراق قررت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بدعوة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وكانت المحكمة الاتحادية قد عقدت جلسة تداولية في دعوة طعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 4 في الثامن من فبراير الجاري وأجلت المحكمة البتة بالدعوة إلى الأول من الشهر المقبل حيدر الأسدي ينضم إلينا من بغداد ليعطينا المزيد من التفاصيل تفضل حيدر نعم بالفعل تأجيل المحكمة الاتحادية للبت في دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أعطى أو يمكن أن يعطي فرصة للقوى السياسية للاتفاق على مخرج لهذه الأزمة السياسية حتى الآن البيت الكردي لا يزال منقسم حول مرشحه للمرحلة المقبلة الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح السيد ريبر وزير داخلية إقليم كردستان لهذا المنصب لكن هذا الترشيح حتى الآن هو مع وقف التنفيذ بانتظار قرار المحكمة الاتحادية قالت المحكمة الاتحادية أن إعادة باب الترشيح فتح باب الترشيح دستوري فسوف يمضي السيد ريبر للترشح ولكن هذا أيضا لا يضمن تحقيق الثلثي أعضاء مجلس النواب على اعتبار أن التحالف الثلاثي حتى الآن لم يتمكن من جمع الأصوات المطلوبة وهي 220 صوت فضيلة لاختيار رئيس الجمهورية أيضا المحكمة الدستورية إن حكمت في المرحلة المقبلة بعدم دستورية فتح باب الترشيح سوف يبقى السيد برهم صالح هو المرشح الوحيد في هذه الدورة حتى هذه اللحظة شكرا لك حيدر الأسدي مرسلنا في بغداد شكرا لك